الحمد لله الحمد لله رب العالمين أمر بالاعتصام بحبل الله ونبذ التفرق وجمع الخلق على عبادته وحده لا شريك لا وجعل ذلك وسيلة لاجتماعهم وتوحيد صفوفهم وتوحيد كلماتهم أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتوالى ولا تعصى ولا تعد وأشكره شكر عبد معترف بطاءة مولاه مبتغيا بذلك المزيد من آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم يقوم الناس لرب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أفضل من صلى وقام وتهجد وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين جمع الله به بعد الافتراب وفته به قلوبًا غلفًا وآذانًا صمًا وعيوناً عميًا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل فإن الله يقول في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا وقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما عباد الله إن الله تعالى حين بأث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق جمع الناس على عبادة الله الواحد القهار جمع الله على عبادة الله الواحد القهار وجعلهم على قلب رجلٍ واحد لا فضل لأربيٍ على عجمي ولا للأبيض على أسود وجعل معيار الفضل تقوى الله عز وجل التي لا يعلمها إلا الله فإن التقوى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا يشير إلى صدره ولا يعلم ما في الصدور إلا خالق الخلق أجمعين وقد ذكر الله تعالى دستوراً لذلك فقال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنفى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليمٌ خبير كون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة فيها العربي القرشي وفيها الرمي وفيها الحبشي وفيها الفارسي وفيها القهطاني اليمني اجتمعوا على عبادة الله وحده لا شريك لا ونبذوا ما كان عليه أهل الجاهلية ما كان عليه أهل الجاهلية من الفخر بالأنساب من الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ووصف تلك الدعاوى ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدعاوى بدعاوى الجاهلية جعل الله تعالى للأمة التي اجتمعت على عبادته وحده لا شريك له والاعتراف بنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جعلها أمة مسلمة يمتد تاريخها من لدن آدم مرورا بالأنبياء والمرسلين إلى خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وهذه الأمة امتن الله تعالى عليها امتن الله على أهلها وأفرادها بأنه سماهم مسلمين قال جل وعلا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فقال عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي سما هذه الأمة سما أفرادها مسلمين من قبل يعني عند في الأمم الماضية فإن الأمم الماضية يسألون الله تعالى ويشهدون الله تعالى بأنهم مسلمون قال جل وعلا أن أصحاب عيسى عليه السلام قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يفتخرون ويعترفون عند الله تعالى بأنهم مسلمون فهذه هي تسمية هذه الأمة أمة التوحيد تسمية أفرادها بأنهم مسلمون فكل تسمية تنافي هذه التسمية إنما تكون من دعاوة الجاهلية حتى وإن كان فيها نسبة حتى وإن كان فيها نسبة إلى أمر شهد الشرع به لكنه إذا ذكر ذلك على سبيل على سبيل الالتفاف حول شعيرة من الشعائر غير شعيرة الإسلام فإن ذلك تكون من دعاوة الجاهلية روى الشيخان رحمة الله عليهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قافلين من غزوة يقول الراوي يظن أنها غزوة بن المستلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فكسع رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين فقال الرجل من المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة فانظروا يا رآكم الله إلى هذه الحادثة التي بلغت الغاية في نفذ التفرق والافتراق في صفوف الأمة والحث على توحيد الصفوف والحث على توحيد الصفوف والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق وإننا نشاهد هذه الأيام إهياءا لدعاوى الجاهلية وسعي في التفرق بين صفوف المسلمين في هذه البلاد بين قبائل كثير منهم لا يعرفون ولا يشهدون ولا يشهدون بالانتماء إليها أعني بذلك التفرق بين قبيلة هوسة وقبيلة فلان وطعن في جهاد الشيخ أثمان ابن فودي رحمة الله عليه الذي رفع راية الجهاد وأصلها الأمة وأحيى السنة وهدم وأخدم البدعة وهذه الدعوة من السعي في في وهن الأمة الأمة المسلمة في هذه الديار فإن الأمة فإن الأمة إذا افترقت ضعفت وذهب ريحها فهذه من ديدن المنافقين ومن ديدن اليهود الذين يغيظهم توحيد صفوف المسلمين فاهذروها فاهذروها عباد الله احذروا هذه الدعاوة وارفعوا إلى الجهات الرسمية عدم الرضا بهذا السعي وإن الواجب على الجهات الأمنية إلقاء القبض وأخذ بأيدي هؤلاء الذين يريدون العبذ بأمننا واستقرارنا وتوحيد صفوفنا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله اتقو الله ونبينا 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 رحمة دعيوكو منزو منزن كرشان زامني چكمشن أنباوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَا حَدَ يَا حَدَ أَكَمْ بَوْتَرَ أَلَّا تَيَا كُمَيَا حَدَ أَسُسِكَ زَمَنْتُ الْأُمَةَ سِكَهَتُ بَابُ رَبَا أَتَكَانُنْسُ تَارَ دَسَابَنِ جُنْسُنْسُ دَسَابَنِ كَبِيلَ دَسَابَنِ لَوْنُسُ سِكَ زَمَنْتُ أَيْكِيدَ سِكَ زَمَنْتُ يَوْنُوا هَرَ اللَّهَ تَعَالَ يَجِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ مُؤْمِنَي يَوْنُوا نَنْي أَوْنَي أَوْنَي يَوْنُوا تَكَ أَكَسَامُ لَا رَبَا وَأُرَيْشَ أَكَسَامُ مُتَعَنَ حَبَشَ أَكَي أَكَسَامُ مُتَعَنَ أَكَسَامُ أَكَسَامُ مُتَعَنَ فَارِسَ فَرَارِ دِكَ نُنْسُ سِنَا بَوْتَعْمَ أُبَنْجِجِ تَيَ سِنَا إِيمَانِ دَتَّيْوَ أَسَلُنْسُ تَيَ دِكَ نُنْسُ دَغَ أَنَّبْ أَدَمْ سِكِ كُمَ أَنَّبْ أَدَمْ دَغَ أَكَسَايَكِ أَنَّبْ أَكَسَايَكِ أَسَايَكِ أَنَّبْ 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر